السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكينا عن التشتي تي بي ميثودز وحكينا فعليا انه الريكوست للاتشتي تي بي ريكوست له كراتيريا معينة في شغلات منديتوري. لازم احنا تفولو بحيث انه السيرفر تبعنا يفهم هذا الريكوست يسوي له بارسنج وبعدها ياخد اكشن بيسد عليه. الاتشتي تي بي ريكوست بكل بساطة زي ما شفتنا احنا عنا ميثود بالبداية بعدها الورال اللي هو بالنسبة لنا التكست اللي احنا بدنا نعرض له اتشتي تي بي تكست. الفيرجين وشفنا انه فعليا الاتشتي تي بي اه وان بوينت وان الفيرجين. الهيدرز حكينا لازم يكون عنا وان او مور هيدرز والوان المانديتوري لهو الهوست. حكينا انه البوست البوت اه الباتش اه كل هدولا الميثودز الهوم بادي لازم ينبعت بحيث انه يتعدل نسوي كريات لنيو ريسورس على السيرفر. ما شفنا الديمو تابعنا انا عندي مثلا هون انا قيت وانا عندي اللانجوج او عفوا الريورال تبعي تيكست دوت تيكست زي ما شفنا الاتشتي تي بي دوت تيكست. عندي الاتشتي تي بي وان بوينت واني الهولفيرجين وحكينا الهوست من ديتوري كهيدر والاكسبت لانجوج اه عبارة عن وان هيدر هلأ منحكي عنه والديت اللي هو هذا الريكوست متطلع بهذا الديت. طيب عنا كومون هيدرز للريكوست كثير من استخدمهم او كثير من نشوفهم احنا كديفلوبرز بهمونا لهم معاني لازم نفهمها بحيث انه نستخدمها بعطونا باور فعليا بحيث انه احنا اذا بدنا نضيف اشي على الريكوست بامكانه نستخدم هدول الهيدرز. الاكسبت بتواخد الميديا تايب او الكونتن تايب الاكسبتابل اللي بيفهمو هذا الكلينت تتذكروا حكينا عن الكونتنت نيقوشياشن. الميديا اكسبت هيدر واحد من الهيدرز اللي يستخدم علشان الكونتنت نيقوشياشن. معنى اللي كلاينت عندي بحكيه لي انا بدي اه داتا معين. الداتا هاي انا بستقبل انا بفهم ككلاينت قادر اني اسوي بروسسنج لا مثلا خلينا نحكي json, xml, text plane, images مثلا او بلاش الامجز خلينا نحكي عن هدول الثلاث ببعث الريكوس تبعي السيرفور بيمسك الaccept هدر وبيعرف انه فعليا اللي كلين تبعه برجع بفهم هدول الشغلات فبرجع باست عليهم برجع لو مثلا انا عندي json من الريسورس اللي انت حكيت عنه اوكي انت بتفهم ابليكيشن جيسون بعتلي ببعت لك بالريسبونس كونتن تايب ابليكيشن جيسون وانت ككلاينت اعرف انه انت بعتلي مجموعة من الكونتن تايبس اللي بتفهمهم بالنسبة لك انا بعتلك اشي معين موجود عندي واحد منهم هاي هم وهي الريسورس وهي الكونتن تايب تابعه اللي هو ابليكيشن جيسون accept language نفس الاشي نفس الاكسبت بس للانجوجز انا بحكي له شو الاكسبتابل بالنسبة لي بفهم عربي بفهم انجليزي بفهم فرنسي بدي ريسورس هاد بيمكانه يرجع لك يا هباست عليه عنده انجليزي مثلا برجع لك اكسبت لانجوج انه هاي ريسورس وهي الاكسبت لانجوج تابعك رجع لك يا باللغة الانجليزية date date المتى هذا الريكوز طلع الكوكي اشي يستخدم الى الان بس هو فعليا قديم شوي والكوكي هو عشان نسوي authentication او عشان نسوي authorization يعني security انه انا بامسكه بسوي له بارسنج بطلع منه شغلات معلومات معين بتحكيه لي انه هل هاده authorized هل هاده authenticate اه بنستخدمه عشان هيك بحط فيه كمان معلومات بفهمها ممكن بديش اياها تطلع plain text ممكن اسوي هادي كريبت اسوي لها انكريبت عفوا اللي كانت سوي لها دكريبت فبطلع هونيم وفاليو هاي الكوكي نيم تابعي خد الفاليو تابعي بتسوي له بارسنج اتاكد من الشغلات لجواته الوزر ايجنت فعليا بحدد لي من وين هاده الريكوست طالع من الاجنت تابعه الريكوست هاده طالع من كروم طالع من firefox طالع من اه اه تيل نت مثلا طالع من الpower shell هاي الوزر ايجنت تابعي اف موديفايد سينز هيك انا بحكي للسيرفر انه عادي اترجع لستيتس كود ورح نحكي بالفيديو القادم عن لستيتس كود اه 304 اللي هو نت موديفايد اذا الكنتنت ما تغيرت من هاده الديت فانا بابعط الديت بحكي له اوف موديفايد سينز مبارح رجع لي 304 فانا هيك بضمن انه ما يرجع الكنتنت دايما انا مسوي كاشنج عندي باللي كلاينت سايد وبحكي له اذا ما تعدل الديت انا مش محتام رجع لي 304 وخلص مش موديفايد فادول من اشهرهم بتتعامل مع شغلات تانية اه فيه resources online جوجلت بحيش 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 انك تشوف الريكوست هيدرز اللي موجودين شوف شو مثلا تن top ريكوست هيدر اه لا عشان تعرف كيف تتعامل معهم بس هدولة يعني لازم نعرف انهم موجودين وهم جزء من ال اتش تي تي بي ستركتشر و انا بتعامل معهم ان ديلي باسز فلازم اكون اعرف اتعامل معهم اعرف شو شو بعنوا هدولة الهيدرز وزي ما شفنا انه السيرفر برجع ريسبونس وحكينا انه ريسبونس برضو لازم ينفهم من قبل الكلينت علشان هو ياخد اكشن عليه فريسبونس اللي برجع السيرفر واللي بيفهمه الكلينت بالبدايه له فيرجن هل هو 200 هل هو 400 راح نحكي عن عن الهرجن عفوا اللي هو الهتش تي بي فيرجن هل هو شو الهتش تي بي فيرجن احنا نستخدم 1.1 الستيتس حكينا شو الستيتس كود اللي بيرجع ورح نحكي عنه بالفيديو القادم الريزن شو الديسكريبشن مثلا لا هذا الستيتس ليش هيك رجع عندك هو مش باد ريكوست هو والله ساكسس هو والله سيرفر ارور ليش هيك رجع الريسبونس هاد الهيدرز اللي برجعوا شفناهم شفنا الهيدرز اللي برجعوا من الريسبونس واهمهم الـ CONTENT TYPE اللي بينبني عليه أنه شو الـ CONTENT تابعه فبعرضوا للكلاينت والBody إنكاس انه ELLO BODY فعليا هو الـ CONTENT تابعنا زي ما شفنا الـ HTTP ELLO BODY البودي تابعه هو مصر سيدنا محمد التكست بلين تكست اللي هو انه الـ HTTP هذا OPENED BY HTTP التكست OPENED BY HTTP فاشهرهم يعني احنا دايما نتعامل مع جيسون. فبالتالي جيسون برجع لي جيسون اوبجيكت بالاتش تي تي بي. بالريسبونز. وانا ككلاينت بفهم هذا الكلام وبتعامل معه. هاي انا عندي هون سامبل زي ما شفنا. السامبل عندي بحكيه الكونتن تايب. بحكيه الاول اشي الفيرجن. متين اوكي. اه بحكيلي انه الكونتن تايب هايو. اه تكست بلين. هاي الاست موديفايد. متى? اه اكسبت رينجز. هاي السيرفر. هاي الديت. الراجع فيه. الراجع فيه. الكونتن تلينك. هايو موجود. لو نيجي هون. على التيرمينل. واحنا شفنا انه هايو. عندي انا تو ساكسس. متين. اوكي. ساكسس. لو اجي اسوي كوننكت مرة ثاني. خلينا اسوي كلير للتالنت. اه الى ال. واسوي كوننكت على اللوكالهوست. احكي له. can i get اه 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 اتشتي تي بي دوت تكست. كونتنت. بليز. حكينا انه اللحة تشتي تي بي ما بيفهم بلين تكست. هو عنده رولز. علشان بيفهمهم. فمرجع البرجن وحكيه الـ 400 bad request وهذا انا اضر اه status code مع ريزون ثاني بحكي الـ 400 bad request اه هايو الـ details مثلا اذا بدي الـ details رجع لي ان الـ content type اللي ممكن راجعت لي he text html هذا بيخلي الـ browser تبعي ياخد decision best على هذا الـ content type راجع له html هو بعرض html server هايو اللي راجع لي الـ date الراجع فيه الـ connection بحكيلي closed ما بدوش content length هاي الـ length تابعه وبحكي http error 400 the request is badly formed ففي عندي multiple status codes رح نحكي عن الـ categories بالفيديو القادم ان شاء الله هيك بنكون خلصنا المسجز وبنشو بتتكون وكيف الـ http بفهم الـ request و الـ response كيف بأخذ الـ decisions هاي يعطيكو الف عافية اشتركوا في القناة